ضغوط العمل واحدة من الإشكاليات النفسية اللي ممكن تقابلنا في فترات في حياتنا أكيد لما بتقابلنا لازم نتغلب عليها ونتعامل معاها على أنها جزء من حياتنا اليومية حاجة أعتقد ما فيش منها هارب لأن لازم نتعود عليها عشان نقدر نعرف نشتغل كويس نبني مستقبل مهني محترم تبقى الأمور مشية بشكل هادي صحي متزن ما نبقاش قاعدين طول الوقت مضغوطين وطول الوقت قاعدين نحس أن احنا زعلنين ومتدايقين وبنشكه منها ما فيش شغلة منا ما فيهوش ضغط يعني سواء في الوقت عدد ساعات العمل ضغوط نفسية كل الشغل بنشتغله أي أي مهنة أكيد فيها نوع من أنواع الضغط ودي طبعا مشكلة نفسية هنحاول نتعرف مع حضراتكم في الفقرة دي ازاي نتغلب عليها ازاي نتعامل مع ضغوط العمل اليومي عشان الصحة النفسية تبقى كده متزنة والحياة تمشي بهدوء معانا في الستوديو الأستاذة إيمان ممتاز استشاري الصحة النفسية نتعرف منها أكتر على ازاي نتعامل نفسيا مع ضغوط العمل نصبح لحضرتك من ورانا نصبح خيرا على حضرتك وعليكي وعلى كل المشاهدين ونعرف أن الموضوع ده يعني بيهم شريحة كبيرة جدا فكرة الشغل أو فكرة أن أنا مضغوطة وخاصة الضغط في العمل دي حاجة أساسية لازم نعملها نعرف الأول إيه ضغوط العمل يعني أكيد في حالات كتيرة جدا أنت عملت معها الناس عندهم أو بيشتغلوا تحت ضغط شديد أو استرس شديد إيه أشكال الضغوط اللي ممكن نواجهها في أعمال وخلينا أقول إيه هو أصلا الضغط في العمل هو تفاعل بين البيئة الخارجية اللي هي عندي بيئة العمل وبين هل أنا بقدر أعمل إيه الكفاءة بتاعتي القدرة بتاعتي على العمل وده هيخلينا نروح لجزئية أن أنا ممكن أكون في نفس الشغلة مع زميلية حد بيقدر أنه يدير وقته وحد يقدر أنه يتعامل مع الضغوط اللي حواليه وفيه حد لا فهي بتختلف بين شخص للتاني وكيفية إدارة وقتي وكيفية إدارة الضغوط بتاعتي وأنا بفكر في العمل ده بيعمل لي إيه أو أنا إيه هدفي في العمل ممكن معظم الناس ممكن تكون بتشتغل اللي هو بلا هدف أو أنا عايزة أشتغل عشان يبقى عندي مثلا مبلغ مالي كل شهر لكن ما عنديش فكرة أن أنا أطور من نفسي أطور من مهاراتي هدف بس هدف واحد ما أقدرش أن أنا في بيئة عمل تكون ضغط علي الضغط ده كله ويبقى بس فكرة أن أنا عشان أخذ مرتب لكل شهر بس أولوية الناس بتختلف ده أكيد ما هو هدف بس الأهداف بتاعتي إيه؟ أن يكون عندي إنتاجية في العمل أن يكون عندي تطوير لمهاراتي المستمر أنها يكون حاطة قدامي أنا دلوقتي في مكان لازم كمان فترة أكون في مكان أعلى ومكان أعلى علشان فكرة الاستمرارية أو فكرة أن أنت تبضلي في مكانك طول الوقت بدون تحسين للمهارات بتاعتك وتطوراتك في السلم الوظيفي المشكلة كده يعني بتبقى في الأكتر فينا وسعب تكون في العمل نفسه فهي الفكرة وجودك في مكان واحد طول الوقت لازم نراجع نفسنا تحت الضغط تحت أن أنا قاعد في مكاني ما بتحركش لازم أتحرك كل شوي ده بيختلف من شخص للتاني ولا ده الصح في حاجة اسمها الصح المطلق ومن حقنا نحط معايير كده للأشخاص والأهدافهم والأحلامهم واللي يقدروا يتقبلوه اللي ما يقدروا يتقبلوه ولا ده شيء شخصي نابع من الشخص هو محدد أنه راضي جدا بمكانه متصالح جدا مع الفكرة ومش عايزة دخل ميكس ما بين الرضا وما بين عدم وجود طموح وإن كان عدم وجود طموح ده برضو مقبول لو شخص ما عندهوش ده مقبول بوسي وفكرة الضغوط مش هقولك مثلا تختلف بين الرجل والمرأة أو بين مثلا شخص والتاني لأ إحنا خلينا نتفق على قاعدة إحنا كلنا بيجينا من وقت للتاني بيحصل لنا ضغوط العمل بسهل فكرة تناول الشخص العادي اللي هو بيفكر خلاص بقى أنا صاح الصبح اللي يحصل يحصل شغل أنا ولا أكثر أنا باخد يعني عشان في الآخر أقبض المرتب بتاعي وبين شخص تاني وقاعد معي في نفس المكتب لأ أنا عن تتموح أو حتى لو هنقول فكرة الرضا الوظيفي أنا موافق في الفترة الزمنية اللي أنا موجود فيها إن أنا أوكي أنا هو أفضل هنا فأنا كده كده رايح الشغل الاتنين رايحين بس أعمله كويس أعمل أحسن إنتاجي بالزبط كده يكون فيه ضمير في شغلي لما طلع إنتاج أفضل دايق يعني هيعود علي فاكد أنا هو أمبسوط قد أنا شايف المدير بتاعي مبسوط مني الحاجة اللي وراي اللي أنا أولتسك المفوض إن أنا أعمله دلوقتي أنا عملته إن من الضغوط في العمل إن أنا وراي حاجات كتير وقاعد متدايق وعمال أضغط على نفسي طب الوقت اللي أنت أخدته في فكرة إن أنت عملت ضغط على نفسك ومتوتر وقلقين طب أنا أدير وقتي بشكل جيد واشوف إيه الأولويات ده هسألك السؤال ده أستاذ إيمان إنه من أكتر أنواع الضغوط اللي بنتعرض لها في مهن مختلفة هي عدد ساعات العمل أو عدد أيام العمل في بعض المهن بتتطلب عمل بشكل يومي ممكن في اليوم الواحد عدد ساعات كبير بينتدل أكتر من عشر ساعات يوميا الفئة دي اللي بتتعرض إلى سيف الوقت إنه فيه وقت يعني بلتزم به يوميا وسعدة ساعات من العمل الشخص ده يدير وقته إزاي وهل لازم زي ما بيقولوا كده يفصل بعد أيام معينة من العمل هذا الشخص يدير حياته إزاي يا سافي يعني فن إقدارة الوقت ده مهم جدا جدا في حياتنا كلها وحتى فكرة إن أنا بشتغل عدد ساعات طويلة يعني إيه الأولوية بتاعتي طب أنا هسحصو بها عامل إيه نجيب نوطة صغيرة واشوف أنا عندي إيه مهمة كبيرة بقسمها لمهام صغيرة طب إيه العاجل إيه العاجل بس غير هام طب أعمل العاجل والهام الأول وهكذا فكرة أولويات وفكرة أنا بعمل إيه أو أنا عايز أوصل لأني خطوة وإيه الخطوة لنا لو ما عملتهاش دلوقتي هتحصل لي مشكلة بس في خطوة ممكن تكون مؤجلة ففكرة إن أنا بعمل إيه الأولويات بتاعتي ده هيفدني جدا طب أنا غصبا عني بشتغل عشر ساعات في اليوم وساعات اتناشر ساعة كمان أنا عايز أقطعك معلش خلينا نتفق إن إحنا بنحاول نكلم الأغلب الأعام مش فقط دول يقاط البيضاء اللي عندهم مواعيد عمل محددة إحنا عارفين إن في بعض الأعمال بيبقى فيه فترات عمل خلينا ما نقولش عدد ساعات معين لإن 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة ده قد يكون رفاهية بالنسبة لأنواع كتير من الشهر العمل اليدوي ما بيتقسب عدد الساعات قد ما بيتقسب المجهود البدني بالإنتاجية كمان فخلينا مش بس فقط الإنتاجية على قصد دي المجهود اللي بيقدمه الشخص للعام إحنا من هنا مش بنقيمها بالعدد ساعات قد قيمها على مقدرة الشخص على إنه يبقى مستمر في يومه أو يكتفي بعض القدر بالضبط كده وعلى فكرة في بعض الأعمال مش فكرة مجهود البدني لأ أنا كده كده عندي مجهود يعني سعب يبقى المجهود الزهني أو المسئولية اللي أنا محطوط فيها ممكن تبقى أقوى بكتير علي وضغوطها النفسية علي أكتر من أنا عامل بشتغل شغل يدوي وخاصة الناس اللي بتشتغل وبتكمل بشغلها بتروح البيت يعني أنا خرقت من البيت بسيب كل مشاكل اللي في البيت وبيركز في شغلي خلصت شغلي بسيب كل الشغل خلاص وروح البيت أبدأ أشوف هو أنا مين أنا بعمل إيه فين نفسي فين الوقت بتاعي كلنا عندنا 24 ساعة الفرق ممكن بيني وبين حضرتك وبين حضرتك أن أنتوا بتديروا وقتك أنا مش عارفة أدير وقتي بضيع وقتي في الحاجات اللي بنقول بتسرق وقتنا ممكن بقعد أعمل يعني أعود مثلا أتصفح السوشال ميديا بلا هدف يا سلام يا جمالة تضيع الوقت وإحنا عادين من أتصفح السوشال ميديا مهم مثلا الرياضة يعني الرياضة من الحاجات اللي بتقلل الضغوط وبتخلي حتى صحتنا أحسن حتى نحن نقدر نشتغل وبنقول الرياضة يعني المشي لا عايز نيدي ولا عايز مثلا مبلغ مد كبير أنا ممكن بطريقة بسيطة جدا أمارس رياضة المشي حتى ثلاث مرات في الأسبوع التواصل الاجتماعي مع عيلتي بالضبط هذا مهم جدا لأن في الشوار ميديا قضت للأسف على فكرة التواصل أنا هعمل حاجة هتواصل اجتماعيا أو هتصل بالتليفون لو خرجنا مع بعض مع ناس احنا بنحبهم وبدأنا نتكلم حتى ساعة ساعتين موضوعها يفوق الضغوط كمان مع الزمائل بتوع العمل نفسهم في البريك احنا تكلمنا عن ضغط الوقت في ضغط كمان من ضغوط العمل هي بيئة العمل بيئة العمل المحيطة علاقتي بزملائي في العمل علاقتي بالمدير مديري في العمل دي في بعض الأحيان بتكون الضغوط على العامل نفسه أو الموظف نفسه وما بيعرفش يدير علاقاته بزميله أو بمديره بشكل جيد ازاي ممكن الشخص ده يتفادى هذا النوع من الضغوطات يعني ضغوط بيئة العمل أو بيئة العمل غير مناسبة هي من الأسباب الرئيسية للضغط النفسي اللي بيجي من الشغل بتاعنا غزبا عنك انت رايحة كل يوم لزمايل مثلا فيه بينهم تنافس بصورة غير شريفة أو فيه ناس اللي بتوقع بين بعض أو ان انا مثلا ممكن اروح لمديري اقول له كلمة وحشة او احاول ان انا اوصل لحاجة اعلى ممكن مديري يكون متسلط ففيه في بيئة العمل لو هي غير مناسبة عشان كده بنقول المدير الشاطر اللي بيشوف بيئة العمل تناسب العاملين وتجذبهم للمؤسسة اللي هو موجود فيها ولا لا فكرة ان انا بتعامل انسانيا قبل ما تعامل فيه او انا عندي قوانين ولوائح تحكم هذا العمل بس فين البيئة الانسانية في بعض الاعمال اشكالة ترعمل ازاي يعني المفروض يحصل اوه ممكن مثلا جروب احنا مثلا حد تجوز زي عيد ملايات شخصة هنعمله مفاجئة حد طلع المعايش نعمله مثلا حفلة كبيرة الحاجات الصغيرة دي نسأل على بعض يعني ما يبقاش حضرتك مثلا في الشغل طول النهار ولما تتعب ما يبقاش فيه حد واقف جنبك فكرة اننا حتى لو فيه ضغوط وتنافس بيني وبين الناس اللي معايا او زميلي في الشغل يبقى وقت ما نحتاج بعض خارج العمل نكون موجودين فكرة اننا ممكن اتكلم معاهم في بعض الاعمال فيها بريك في النص ليه ما نتغداش مع بعض او نتكلم او انقصدي فكرة ان احنا بنقرب من بعض وزي ما قلتلك المدير الشاطر اللي هو اللي بيكون القائد اللي بيكون انت عندك كتيبة انت القائد بتاعها كلكم ماشيين مع بعض منيس مع بعض مش انا مدير بلق والاوامر وماليش دعوة انت نفسيتك تعبانة المكان اللي حواليك مش مناسب مش ملائم يمكن المكان اللي انت قاعد فيه مش مناسب للعمل اللي انت مكلف به كمان طيب انا موجودة مش انا مني يعني اي شخص فينا موجود في بيئة عمل مش مراحية وزي ما حاليك بتقولي الاجواء بتاعت العمل مش مريحة وقد يكون فيه ضغوط كمان من عدد ساعات العمل او مجهود كبير موجود في العمل انا بقى شغلتي اعمل ايه علشان مهما كانت ضغوط اقدر حافظ على سلامي النفسي بحقيق على السؤال ده جدا شكرا لان الضغوط النفسية انا البطل للحكاية يعني انا اللي بشوف انا اقدر اعمل ايه لما بنيجي نغير بنغير نفسنا ما بغيرش اللي حوالي انا بحاول يمكن اتكلم مع مديري على عدد ساعات العمل على الطريقة لكن في الاخر انا بعمل ايه نفسي زي ما قلنا ترتيب الوقت هتلاقي لنفسك وقت ساعة او ساعتين زي ما قلنا موارسة الرياضة فكرة ان انا احسن بيئة العمل احط على المكتب بتاعي حاجة لطيفة تحسسني ان انا مبسوطة اجيب لنفسي حاجة اشرف فيها مثلا ان انا بشوف الصبح مثلا الشاي بتاعي او النسكة فيه احس ان انا بدل على نفسي حتى في بيئة العمل اللي هو انا ما تبقاش الدنيا كلها ضغوطات فيه حاجة حلوة قوي ان انت لو انت اعمال مكتبية مثلا ممكن تشغل 25 دقيقة ونريح 10 دقايق ونرجع حركة الحركة حتى لو لفيت حوالين المكتب وقعت نحتعملت حاجة مكتب وحاجة سخنة ممكن نقول حاجة لطيفة لزمائلنا الابتسامة سواء انا داخل الشغل او انا منطلح او ده ضغط زيادة يعني انا داخل وتعبان ومرهق وكمان على فكرة الابتسامة احنا عزين نبقى مبسوطين لان انت كده كده خلي بالك لما يكون في حاجة انت مرغامة عليها فانت لازم تعمليها وانت سريعا انا مثلا ازاي افصل ما بين همومي ومشاكل الشخصية لانه فيه ضغوط حياتية على كل الناس فازاي يحصل الفصل ده لانه انا رايح شغلي عندي مشاكل مثلا معيانة في البيت عندي بفكر في ضغوط اقتصادية اقصاد اي حاجة ازاي يحصل الفصل ده ما بين ما هو شخصي حياة الشخصية وما هو مهني وعملي ان انا اول ما وصل لمكان الشغل قبل مطلع خلاص انا هقول لي نفسي انا دلوقتي داخل على ضغط جديد فانا لو فضلت افكر في الضغط القديم اللي موجود في البيت والضغط اللي انا موجود فيه او بفكرة يعني منسميها للقلز الزهنية او هنا والان انا فين دلوقتي انا على مكتب في شغلي لا هفكر في ماضي اللي هو كم من ساعة او حاجة مدايقاني او انا سايق في الطريق او ضغوط وقعباء مادية ولا هاشغل نفسي مستقبل اللي هو كمان ساعة انا هرقب عربيتي وارجع البيت للضغوط انا مركز في اللحظة هنا والان بالضبط دي مهمة جدا جدا مش بتخليك بقى ماشي شايل هموم حصلت وهموم لسه هتيجي اخليني في الحاجة اللي انا بعملها كمان انا عقلي هيددى ان هو يفكر ان انا هركز في اللي انا بعمله فبالتالي انا حتى هيبقى الشغل بتاعي افضل ممكن جدا لما بشغل نفسي بالشغل وايجي افكر تاني وانا مروح بنفس المشكلة يبقى ذي مصوفي اكتر بس مش ناس كتير قوي بيعرفوا يعملوا ده بالضبط اضرب نفسي انه انا اشتغل او اعمل اللحظة اللي انا عايشها دلوقتي الدور اللي هو دلوقتي دوري كموظف كعامل كاي حال بالضبط وخلينا نقول ان انا بضرب نفسي مرة واثنين وثلاثة لكن لو انا وصلت الاعراض بقى جسدية يعني فيه اعراض سايكوسماتيك او نفس الجسدية جسمك اللي بيتكلم انت مرتحتش طب انت هتقعد بقى في البيت يبدأ يجي لك نقص مناعة يبدأ ان ندخل فيه ضغط دم فيه ناس بيجي لها سكر الدم وهكذا فانا ليه يعني مديش وقتي او وقت نفسي ان انا ارتاح بنفسي بدل ما جسمي يضغطني وان انا اخد اجازة او انت ما بقى صراحة محاربة لو انت جسمك مش مستحمل فبتبدأت ترتاح بدل ما يجي لك الوقت ده في وقت انت مضغوط وعندك ضغوط عمل وما ينفعش ان انت تستأذن منها ما اخد انا نفسي الوقت الراحة ده او يوم الاجازة استغله الاستغلال الامس اللي اكيد طيب خلينا نقوم ان احنا مش قادرين نتحرك نخرج من المكان اللي فيه الضغوط ولا نقول ليس في الامكان ابدع من مكان ونتعامل مع الموجود بس هو طالما انت موجودة في شغل والشغل ده مريح ليكي احنا نفكر بالعقل يعني يعني ما يكون عندي افكار وبفكر بالمنطق وبالعقل ما خليش المشاعر هي اللي تخليني اخذ القرار يعني ممكن مشاعر غضب ممكن مشاعر حزن ممكن مشاعر عايزة اكون افضل من كده دايما اشوف بالمنطق وبالافكار بالورقة والقلم انا شغل الحالي ده مناسب ليا ولا لأ مناسب لامكانياتي القدراتي ولا انا محتاج اشوف حاجة اعلى طالما مناسب ليا بحاول اتكيف مع ضغوط العمل بس مش لوحدي يعني احاول اشوف زملاء العمل احاول اشوف مثلا المدير احاول اشوف الحاجات اللي ممكن تحسن بيئة العمل بحيث ان انا اقدر ان انا اكمل في العمل لكن فكرة ان انا لو كل عمل انا مرتحتش فيه همشي يعني حاجة مش منطقي ما حاجةش اشتغل بس ضغط ربنا يا خفف يا رب الضغوط على كل الناس اللي بيتعرضوا لضغوط العمل هي ضغوط طبيعية هي الحياة كده الحياة محتاجة ضغط ومحتاجة لك انت تشتغل لكن ازاي تتفادى هذه الضغوط عشان صحتك النفسية بس ضغط شكرا على الرشدة النفسية الحركة قلتهانا الاستاذة ايمان ممتاز استشاري الصحة النفسية نورتين مش عرفتين مش سي جدا ليكم صباح الخير صباح النوم